لكن إننا نأخر العربية في الأهمية ونهمشها ونبعدها عن حياتنا ده شيء بيعجز أولادنا عن العيش في الحياة ويبقى الولد حاسس وكأنه بيعيش في صام هو عربي بعقل عربي وإذا بيه لابد يتحول إلى عقل غير عربي وبتكلم حاجة تانية أنا هقول لكم بس العربية بتعمل إيه في العقل بتعمل إيه في الإنسان في حاجة عندنا في اللغة يسمع المجاز لما الله سبحانه يقول ويسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها المجاز ده بيخلي الإنسان بيفكر بعمق هو مش هيسأل القرية مش هيسأل الحطان هو هيسأل أهل القرية إيه ده يعني الشخص هيبقى عارف إن العالم واسع مش العالم ضيق لإن اللغة واسعة ما بتقفش عند الظاهر لكن لازم تكون أنت عميق لازم تكون إنسان بتنظر إلى ما وراء الأحداث فبمجرد ما هو بيتعلم اللغة بيتعلم التحليل بيتعلم التفكير متعدد الرؤى وبيتعلم إن العالم واسع وإن الفكر واسع ويجعلنا أكثر قبولاً للآخر لأنه ممكن يقدم لي فكرة أخرى في النص اللي محتاج تأويل فبقت قضية التأويل اللي موجودة في اللغة العربية هي قضية احتضان للإنسانية كلها ده مش موجود في لغات أخرى أي إنسان بيحس برسوخه الأمان بيبقى بتمسكه بأصله اللي بيستند إليه اللي هو بيعرف فيه وبيتعرف على الحياة ولما بيغيب الأصل ده بيحس إنه مالوش ظهر وبيحس إنه هو مشتت وتايه ومش عارف لا نفسه ولا غيره ولذلك إذا أردت أن تعرف غيرك فلابد أن تعرف نفسك فعدم الاهتمام بتعليم أولادنا اللغة العربية والله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين إذن لسان عربي مبين يبين الحقيقة فاللي بتعلم اللغة العربية بيبقى فكر واضح لكن للأسف الناس اللي تكلموا عن العقل العربي وأزمة العقل العربي هو تكلموا عن أزمة التكنولوجيا العربية مش أزمة العقل العربي فاللغة العربية ما زالت قدر حتى الآن تقدم جهد ولغة تستطيع أنها تتسعى للإنسانية ولذلك حفظ لما يقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما دقت عن آي به وعيظات فكيف أضيق عن وصف آلة وتصنيف أسماء لمخترعاتي فاللغة هي مركز أحساس الإنسان بهويته لأنها حاملة لثقفته حاملة لمرجعيته حاملة لأصله ولذلك من أهم الأسباب في الهشاشة النفسية والإنسانية بشكل كبير هي الاستهتار باللغة وما تستغربش ده ما تستغربش الحقيقة دي إحنا قعدنا ندور على كل حاجة هو أولادنا ملهم أولادنا في مشكلة في تفتيت الهوية بتاعتهم بتبتدي باللغة واللغة بالمناسبة عندنا اللغة العربية عندنا ليست كلام اللغة العربية عندنا حياة اللغة العربية عندنا وسيلة للفهم والإفهام الوسيلة اللغة العربية عندنا حياة كاملة من غير لغة ما فيش فهم صحيح فتكسر السيولة المعرفية مش بس السيولة المعرفية تكسر السيولة القيامية أي حد بقى بيفهم أي حاجة على مزاجه من غير ما يرجع للأصول لإنه بقى عندنا فرانكو أراب فكل واحد يتكلم زي ما هو عايز فكل واحد يفهم زي ما هو عايز وكل واحد يعيش زي ما هو عايز فإيه اللي يحصل؟ فتبتدي السيولة الأخلاقية تدخل مع السيولة اللغوية أنا مش مصعب بالكلام عليكم وأنا بكلم عن الحقيقة